سي 12 برضو بنفس الطريقة هنزل تحت كده عند الامبوت والاوتوت تعال انبص كده انا لقيت هنا كلمة او جملة ومكتوب 3 وبعدين لقيت 3 سطور مكتوب يوم 1 و 2 و 3 وبعدين 3 سطور كل واحد قدامه رقم تاني 5 و 6 و 4 وفي الاخر مكتوب جملة ورقم 15 بالنسبة لي انا دي يعني تتطلب شوية انجليزي كلمة employees اللي هو موظفين فبيقول لي دخل عدد الموظفين فانا بالنسبة لي ان انا بسأل اليوزر على العدد الموظفين وبعدين بقول له دخل ال tasks completed by employee 1 فدخل المهام اللي الموظف الاولاني عملها فقال لي خمسة طب دخل المهام اللي الموظف التاني عملها ستة دخل المهام الموظف التالت عملها فقال لي اربعة فطبع هنا total tasks يعني اجمالي عدد المهام اللي خلصت للموظفين خمستاشر هنا خمسة ستة ربعة فتجمع اربعة وستة عشر معهم خمسة خمستاشر فطبع خمستاشر فعلا انا من غير ما بص على المسألة يعني هي طبعا تطلب شوية انجليزي هنا بس كلمات بسيطة يعني كلمة tasks و employees اللي هو الموظف والتاسك اللي هو احنا عارفينه الحاجة اللي مطلوبة مننا وكمبليتد يعني خلصت فكل employee خلص كام task مش محتاجين نقر اي حاجة يعني هو انا شايفها واضحة جدا يعني طيب فحنيجي للكود الكود بقى بيقول لي ايه اعمل int employees اللي هو عدد الموظفين كلهم وبعدين tasks عمل array طبعا المسألة دي هي practice على array انا مش لازم اعملها ب array عشان احلها لكن انا بعملها ب array عشان عشان practice على array انا طبعا ممكن اشتغل من غير array وبعد كده total tasks اللي هو result عشان انا مفروض بطبع total tasks اول حاجة هكتب على الشاشة دخل عدد الموظفين وهعمل scan وسجلهم في عدد الموظفين وبعدين اعمل full loop ممكن انا في رأيي احسن نعمل full loop يبدأ من واحد ويخلص عند i اصغر من او تساوي embrace عشان انا بضع على الشاشة واحد اثنين ثلاثة لكن الكمبيوتر بيعد من zero فاللي كتب الكود هنا بدأوا من zero يعني i بتساوي zero i اصغر من employees i plus plus اللي مش حلو هنا طبع انا بقى لما باجي بطبع enter tasks completed by employees بقول هنا percentage d وبكتب i plus one لو انا بدأ من one مش هعمل i plus one هعمل i بس على طول طبعا يعني كله صح يعني انا بس بقول اللي انا بفضله شخصيا مسائل problem solving مش انا اللي كتبها فدايما بيكون في حاجات مش ال style بتاعي وانا كنت قصد من الاول ان حد تاني اللي كتبها عشان الناس اللي متعودة على شرحي متكونش متعودة على style لان انت لما تيجي تشتغل انت مش هتشتغل معايا طول الوقت فما انت ممكن تشتغل مع اناس تانية او تشتغل في شركة تانية فلازم تكون فاهم ان انت تقدر تفهم اي كود مكتوب بأي طريقة مش لازم تكون طريقتي اللي انا علمتك بيها ممكن تكون اي طريقة تانية طيب وبعد كده بعمل scan للتاسك او العدد التاسكات اللي اليوزر بيكتبها وبسجلها فان task of i وبعدين اهم حاجة بقى الناتج فtotal tasks plus equal tasks i طيب والfour ما ننساش الاقواص بتاعتها احنا في العادي لو الفور تحتيها سطر واحد فانا مش محتاج قوس طالما تحتيها تلات سطور اكتر من سطر واحد فانا بضطر اعمل اقواص عشان كل دول يكونوا جوه الفور يبقى انا حلف على تلات موظفين تلات مرات كل مرة حكتب على الشاشة دخل التاسكس اللي الموظف ده عملها هيكتب الرقم اليوزر حوما انا عمل scan للرقم وحطه في الاراي وبعدين اجيب total tasks انا بدأه من زيرو ازود عليه بقى plus equal الرقم اللي متخزن في الاراي وهكذا لحد اللوب دي ما تخلص بعد ما تخلص حيكون عندي في الاخر اجمالي عدد التاسكات متسجلة في total tasks فبطبع على الشاشة total tasks %d الـ variable اللي اسمه total tasks موسيقى موسيقى